السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات وأحلى متابعين يارب تكونوا بخير في أحسن صحة وأحسن حال نهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض السمك المشوي البوري في الجرل وهنعمل بقى جنبه رز بالطماطم أو رز بالسلسة وبقى السلسة للطماطم وكده شوية حاجات يعني برضو يلزوم الشيء كده جنب السمك بس قبل منبدأ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله كان وما ما شاء الله يكن وما توفيقي إلا بالله يلا بقى كده أحلى أخوات من داخل مصر ومن خارج مصر ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك للقناة فضلا وليس أمر يلا بقى هنا كده معايا هنا طبعا رز توم وقرنين فلفل حبيات طماطم وجزرية هفرن بقى الحاجات دي كلها في الخلاط مع طبعا التدبيلة حطت ملح وكمون وكسبرة والخل ولمون هفرن بقى الحاجات دي كلها في الكبت طبعا دي تدبيلة السمك المشوي وهنا بقى هتبل الرد اللي هتبل فيها السمك آآ حطت برضو عليها ملحها وكمان كمون وكسبرة برضو بهارة السمك علشان طبعا تبقى برضو السمك متملح من برده كده وتبقى طعماحل وروح تبقى هنا سخنت الجريلة على النار وبعد كده آآ دهنته كده بالفرشة يعني زيت حاجة بسيطة خالص من الزيت وبحط بقى فيه السمك زي ما انتم شايفين كده طبعا سخنت الجريلة كويس وبعد كده بقى هبخلي النار وسط عشان السمك متحرقش من برده معاك ويبقى ني من جوه فلازم انت تخلي بالك من الحيطة دي يعني وانت بتشوه السمك في اي مكان تبقى النار مش شديدة اوه عليه علشان ما يبقاش ني معاك من جوه طبعا هنا بقلبه على جميع الاتجاهات يعني كل شوي بقلبه برضو على الظهر وعلى الجناب زي ما انتم شايفين كده علشان اتأكد ان كل حاجة فيه مستوي هنا حضرت التدبيلة بتاعتها هيت وزودتها بقى هنا كوباية مية علشان احط فيها السمك بعد ما يتشوه اول ما يطلع على طول وهو لسه سخن احطه في التدبيلة عشان يبقى يتشرب على طول التدبيلة على طول اللي بقى لو استلمعين لحد هنا ما ينساش اللايك اخوات الغليين ربنا يخليكم لي ويدمكم نعمة في حياتي ان شاء الله علشان مستمرين مع بعض وازن الله والقناة تقبل بفضل الله سم بيكم احلى اخوات من داخل مصر ومن خارج مصر طبعا هنا بحط التدبيلة برضو عليه لازم نحن نعمل كده تشكيلة كده من اللي يعني شكلها جميل اهيت عشان تديك كده شكل جميل وكمان طعم بقى من جميع الحاجات يعني فلفل والجزر وتماطم ولو عايزة بصل يعني تحطيه برضو معايا تفرميه في الكاب بصل هي كده صغيرة برضو ممكن تفرميه ويقادي كمان بقية السمكة هو طبعا مش كله هحطه في التدبيلة ديت يعني انا هسيب آآ سمكتين عشان طبعا هعملهم آآ باللمون كده والملح والكمون آآ والفهم كده بالوراق الفويل على طول ويبقى برضو معايا آآ يعني نوع في التدبيلة ونوع تاني بين اللمون والكمون كده والملح آآ والفه على طول بالوراق الفويل ويبقى برضو معايا جاهز على طول طبعا هنا بقى والسمك بيتشوي هعمل بقى الرز هنا طبعا ادي السخانة اللي حطيت الحالة على النور حطيت فيها زيت وبعد كده بقى فرمت بصلتين يعني حلوين كده في الكابة عشان طبعا الرز دوت بحب البصل يعني يكون آآ يعني ما يكونش قليل يعني آآ فرمت بصلتين في الكابة وبعد كده بقى انزلت عليهم بالآآ شوحتهم يعني آآ تشويحة كده على في الزيت وبعد كده خدت بمعلاقة بقى من تدبيلة السمك اللي هي زي ما انتوا شايفين كده الطماط البصل والجزر والفلفل والتوم نزلت برضو بمعلاقة دي بقى بتخلي نقفس الرز جميل جدا وتعمه جميل بعد كده بقى فرمت الطماطن في الخلاط وصفتها بقى زي ما انتوا شايفين كده هنا بقى كان السمك عما السلسة تسبك كان السمك بقى هنا كده معايا كان انشوع زي ما انتوا شايفت كده آآ حطت بقى عليه آآ لمون عصرت عليه لمون وملح وكمون ولفيته كده على طول ويرشد كسبرة برضو لفيته بقى علشان طبعا ده وتمفوهش مية لازم ان احنا نلفه على طول عشان يستوي طبعا هي عشان طبعا ياخذ من التدبيل آآ الطماطم هنا بقى معايا السبكت حطت ملح وكمون وآآ رشد فلفل اسود طول معلقتين من معجون الطماطم او سلسة طماطم هنا خلاص تسبكت هيحط بقى عليها كوب بيتين ميا هنا خلاص قلد الميا غليت على طول حطت بقى فيها هنا آآ شوية كده بقى دونس على كسبرة برضو بتخلي طعمها جميل وطعم الرز وان بعد كده بقى نزلت بالرز على طول ده كان معايا كل الرز غسلته على طول وحطيته اول ما الميا غليت على طول شايفين بقى شكله عامل زي يعني كمان الكاميرا ضلمة لكن هو جميل جدا لو شفته وكان طعمه جميل جميل والله لو غربته بالطريقة دي هيكون طعم جميل معاك وهيعجبه وقادي بقى آآ شكل الاكل في الاخر هو بعد بقى ما وقادي السمك اللي هو باللمون والكمون برضو آآ جميل جدا وكان طعمه يعني اللي عايز بقى بالطريقة دي يعملو واللي عايز بالطريقة دي يعملو ربا فيديو النهاردة يكون عجبكم يكون نال رضاكم اخوات الغليم من داخل مصر ومن خارج مصر يا رب النهاردة كده فيديو يكون عجبكم يكون نال رضاكم ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناة فضلا وليس امرا في رعاية الله احلى اخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته